اشتركوا في القناة من غير المكبرات هادئ لهذا كان الاصل عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاتباع في هذا الباب هو ان يرى ويرى من يرى كانوا يصدون والنبي صلى الله عليه وسلم كان مريدا فحملوا النبي فجالس بجانب او بكر فهم لم يروا النبي سببه البعيدة لم ترى النبي ولم تسمع النبي فكان او بكر يبلغ عن الله فكان سبو ترى ابا بكر وتصلي بسلاتي والسبوة الاخر ترى الصورة ترى أبا ذكر فتصلي كما يصلي فتتبع بذلك فالمسألة هي الرؤية كما قال البخاري قال ولو فصل بينهما بحيرة ويرى أو يرى من يرى صحة الاتباع ولذلك النووي يقول في المجموع بيقول ولو كان هناك كوة فتحة شباك مفتوح بيرى فيه الإمام ويرى الصورة تصلي خلف الإمام صحة المتابعة فإذا أغلق أغلق الباب أو الشباك أغلق انقطعت المتابعة فهي كيف تصلي في البيت هذا طبعا أسوأ منه أسوأ من هذا الكلام من أفت وقال إنه ممكن يصلي مع الحرم يعني أشوف الحرم بيصلي زي ما مع الحرم يعني إن شاء الله ياخد مات ألف صلاة بالمتابعة كلام باطل وكلام جهل مركب والمتابعة إما بالرؤية وإما بالسماع والسماع على مكان السماع عليه على مكان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا بالمكبرات وإلا أن انقطع الكهرباء ماذا استفعل بعد ذلك فلو قلنا أنه في داخل المسجد أو هو في الصفوف المتواصلة وشايف رأى الصفوف التي طارت الصفوف التي طارى الإمام حتى لو انقطعت الكهرباء هو يرى يرى يتابع بالرؤية فإذا ليس لك أن تفعل ذلك ولا أن تتبعي الإمام في المسجد ترجمة نانسي قنقر